ملك إسبانيا يعلن عن زيارة رسمية لسبتا ومليلية هل هي بوادر أزمة جديدة مع المغرب؟ شاهد التفاصيل أعلن القصر الملكي الإسباني اليوم الخميس عن الإعداد لزيارة قريبة للملك فليبي السادس والملك لتيثيا إلى مدينتي سبتا ومليلية المحتلتين وهي الزيارة التي تأخرت بنظر العديد من الإسبان وخاصة حاكمي المدينتين لأزيد من ست سنوات لكنها في المقابل باتت تهدد العلاقات المغربية الإسبانية حيث سبق للرباط أن سحبت سفيرها من مدريد سنة 2007 بسبب زيارة العاهل السابق خوان كارلوس الأول للثغرين ونقلت صحيفة إلفارو واسعة الانتشار في سبتا عن المتحدث باسم قصر طارثويلة الملكية خبر إعداد البلاط الإسبانية لزيارة المدينتين في إطار سلسلة زيارة الملكين لجميع المناطق الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي لكن دون تحديد موعد نهائي مبررا الأمر بكون الأجندات لا تزال مغلقة نتيجة الوضع الصحي الحالي الناتج عن تفشي فيروس كورونا ومنذ توليه عرش إسبانيا في التاسع عشر من يونيو 2014 خلفا لوالده المتنازل عن منصبه بسبب تقدمه في السن وتدهور وضعه الصحي وتراجع شعبيته أتم الملك فيليبي السادس زيارة جميع مناطق إسبانيا بما في ذلك جزر الكاناري وهي أبعد نقطة من التراب الإسبانية عن شبه الجزيرة الإيبيرية لكنه ظل يؤجل زيارة سبتة ومليلية محتلتين على الرغم من تلقيه دعوات صريحة من رئيسي حكومتيهما المحليتين وفي دجمبر من العام الماضي أعلن إدواردو ديكاسترو حاكم مليلية أنه وجه دعوة للعاهل الإسبانية من أجل زيارة المدينة حتى إنه أخبر وسائل إعلام إسبانية بأن استجابة الملك ليست إلا مسألة وقت فقط وبأنها مرتبطة بالأجندة الملكية مضيفا أن فيليبي السادس بدأ متحمسا للفكرة وأخبره أنه بالفعل كان يخطط لزيارة المدينة وقبل ذلك وتحديدا في سنة 2017 تلقى العاهل الإسبانية دعوة أخرى من حاكم سبتة خوان بيباس وذلك بعد عشر سنوات من زيارة والده للمدينة لكنه الملك الذي كان قد مضى على جلوسه على العرش ثلاث سنوات حينها فضل تأجيل الزيارة وهو ما أثار الكثير من اللغط عبر وسائل الإعلام الإسبانية التي تحدثت عن كونه لا يرغب في توتير علاقات بلاده مع المغرب ويسعى للحفاظ على علاقة الصداقة التي تجمعه بالملك محمد السادس ويبدو أن هذا السيناريو لن يكون مستبعدا في حال ما تحولت الزيارة إلى أمر واقع ففي الخامس من نومبر من سنة 2007 زار الملك خوان كارلوس والملكة صوفيا مدينتي سبتة وامليلية لأول مرة منذ عودة الملكية إلى إسبانيا قبل 32 عاما وهو الأمر الذي دفع الرباط إلى استدعاء سفيرها رسميا لتتحمل مضريد بعدها كلفة استقبال وإنقاذ جحافل من المهاجرين غير الشرعيين الذين توقفت السلطات المغربية عن التصدي لهم إثر تجميد تعاونها مع نظيرتها الإسبانية عمليا ويأتي إعلان اليوم في وقت تعيش فيه العلاقات الثنائية بين البلدين فترة تقارب غير مسبوقة إثر تجاوز خلافاتهما بشأن ترسيم المغرب لحدوده البحرية وإعلان تسوية الأمر عن طريق الحوار بالإضافة إلى التراجع الكبير في إعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين من السواحل المغربية أو عبر الحدود البرية مع سبتة ومليلية فيما صارت مدريد أكثر قربا من الموقف المغربي بخصوص قضية الصحراء لدرجة توقف الخارجي الإسباني رسميا عن استعمال أعلام جبهة البوليزاريو الإنفصالية ورغم ذلك لا يبدي المغرب ليونة بخصوص قضيتي سبتة ومليلية فمنذ العام الماضي شرع في إجراءات جديدة يعتبر السياسي اليمين الإسباني أنها تسعى لخنق المدينتين وذلك بوقف التهريب المعيشي بصورة نهائية ووقف الأنشطة التجارية عبر المعابر الحدودية البرية ومناء الدبلوماسيين ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية المغاربة من دخولها بواسطة جواز السفر المغربي إلى جانب إنشاء منطقة اقتصادية بديلة بمدينة الفنيذق الأمر الذي دفعهم للضغط على العاهل الإسبانية للقيام بالزيارة من أجل التأكيد على كون المدينتين جزءا من التراب الإسبانية تبعات كورونا مستمرة مغاربة بروكسيل ممنوعون من الاحتفال بعيد الأطحى وجدت الجالية المغربية ببروكسيل نفسها مطوقة بثلاثة موانع ستحرمها هذه السنة من الاحتفال بعيد الأطحى فبعد إلغاء عملية مرحبة التي تؤمن عادة عودة أفراد هذه الجالية إلى وطنهم الأم وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي داخل المساجد لن يكون بإمكانهم أيضا نحر الأضاحي داخل المجازر الإسلامية المؤقتة التي يتم إنشاؤها سنويا لهذا الغرض ومع اقتراب عيد الأطحى حاول ممثلون عن الجالية المغربية التي تشكل أكبر جالية أجنبية في بلجيكا الحصول على ترخيص للشروف في إجراءات تركيب المجزر المؤقتة وهو الأمر الذي جرى بتنسيق مع السلطات الصحية بمنطقة موليمبيك التي تشهد أكبر تجمع سكانية مغربية في بروكسيل لكن الحكومة المحلية بالعاصمة رفضت هذا الطلب وعادة ما يتم إعداد مكان مخصص للدبح والسلخة على الطريقة الإسلامية في موليمبيك تزامنا مع عيد الأضحى غير أن تحريك المساطر الخاصة بهذا الإجراء تأخر هذه السنة بسبب الإجراءات الاستثنائية المصاحبة لتفشي فيروس كوفيد 19 ما جعل الحكومة المحلية ترفض الطلب بسبب ديق الوقت وفق ما أكده ممثلون عن هذه الأخيرة لوسائل الإعلام بلجيكية وتمنع بلجيكا دبح الأضاحي داخل المنازل أو وسط المجازر غير المراخص لها وحتى داخل الضيعات الفلاحية وأماكن تربية المواشي الغير معدة لذلك وتفرض عقوبات سارمة على المتورط في ذلك تصل حد تجميع تلك الفضاءات أو منع أصحابها من مزاولة مهامهم بالإضافة إلى حجز الدبائح وإطلافها وتغريم أصحابها لكنها في المقابل تتيح ذلك في المجازر العمومية والفضاءات المؤقتة المراخص لها والخاضعة للمراقبة الصحية وبالإضافة إلى حرمانهم من ذبح الأضاحي سيصعب على مغاربة بروكسل تنظيم صلاة العيد فرغم أن بلجيكا سمحت للمسلمين بإعادة فتح المساجد منذ 8 يونيو الماضي إلا أنها فرضت إجراءات سارمة مقابل ذلك من أبرزها عودة العنشطة الدينية بشكل تدريجي والحفاظ على ظوابط التباعد الاجتماعي خلال الصلوات الجماعية ما يقلص بشكل كبير من الطاقات الاستيعابية للمساجد الشيء الذي يبقي تنظيم صلاة عيد الأضحى محل الشك وكان العديد من المغاربة ببلجيكا يمنون النفس بالاحتفال بإيد الأضحى في بلدهم الأصلية هذه السنة بسبب تزامنه مع شهر غشت وهو موعد عطلتهم الصيفية لكن جائحة كورونا فرضت إغلاق الحدود بين المغرب والاتحاد الأوروبي ورغم أن بلجيكا أعادت فتح حدودها رسميا هذا الأسبوع مع 15 دولة من بينها المملكة إلا أن استمرار إغلاق الحدود من الجانب المغربي وإعلان وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رسميا إلغاء عملية مرحبة هذه السنة أمران يصعبان مهمة العودة إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر